انا عايز اروح للكابتن سامير وكنت بتكلم في الانترو كابتن سامير ودي خبراتك انت بقى تقول لي صحة والله غلط هل الاهلي في حاجة الان لمدير كورا؟ اه دي حقيقة ايه الي يمنع؟ وعجبني الانترو بتاعك اولا احنا طول عمرنا متعودين على مدير كورا من اول كابتن طريق سليم راح مطلع عليه وكابتن سابت راح مطلع عليه وكابتن محمد رمضان هادي خشبة وقيل جمعة سادة عم حفيز اخيرهم خالد بيبو كابتن محمد رمضان فترة طبعا فبتتكلم في اسامي كمان وكوادر على اعلى مستوى ايوه يعني انت بتتكلم في حاجة شخصية راجل فاهم ثقف فاهم اللواح كويس قوي اللعيب قريب منه اللعيب تحبه اللعيب جامهيري كان نجم جوه النادي الاهلي بتتكلم في صفات مدير كورا واكد الاهلي عنده كوادر بالزبط كتير يعني منفعش انقول الاهلي بس ما قدرش يعاين مدير كورا عشان ما فيش كوادر لا فيه بس هو يعني ما تعرفش يعني انت اتكلمت في نقطة مهمة جدا وعجبتني فضل النادي الاهلي بيحب التخصص تخصص مدير كورا يعني مدير كورا مدرب عام يعني مدرب عام ايوه انا مش معا يعني ده رأي الشخصي لكن ماجسد ادارة النادي الاهلي ولاجل تخطيط ليهم رأي اخر ده حاجة بتاعتهم يعني كل واحد يعني حر يعني ادي كل واحد تخصصه عشان يشوف شغله كويسا صح كده ده ده رأيك انت كماجسد ادارة وانا احنا بنقول رأينا المتواضع يعني احنا متعودين عليه في تاريخنا وتاريخ النادي الاهلي عشان تفرغ او تدي كل واحد حقه ويشوف شغله رقم واحد اللي متعودين عليه داخل النادي الاهلي جوه المنظومة خلي مدير كورا مدير كورا وخلي المدرب العام مدرب عام مدير فني مدير فني لكن حيث ان انت تخلي كابتن سامي مدرب عام والقاعم بعمال مدير كورا بتهالي بتبقى فيها يعني عدم تركيز شوية طبعا يعني دي نقطة مهمة او مش بتاعتي يعني مش مهاراتي او مدير كورا ما احنا عايزين سامي مع كولر عشان يتفرغ للفنيات طبعا وزي ما قلت حضرتك هو النادي الاهلي اصلا بيحب التخصص فانا رأيي النادي الاهلي الفترة اللي جاية ان هو يعين مدير كورا عشان الامور الادرية تبقى ماشية مع الامور الفنية والنادي الاهلي يبقى التخصص بتاعه ريجح تاني لعدته طبعا ان هو بيبقى تملي عنده مدير كورا يدى حافيز قعد عشر سنينة او حضرس لسنة مع نادي الاهلي كان ناجح وخد بطولات مع نادي الاهلي خلد بيبقى جيه قعد سنة خد بطولات مع نادي الاهلي الصحية الراجل قال لك انا مش عايز مدير كورا وعايز داو ومش برهته ده الراجل المدير فني اتفع ملاحة التقديد ومجلس الادارة دي برهته لكن انا بكلم علي ملزومة نادي الاهلي كورا بقى فيهم دوير كورا يدير النواحي الإدارية باحترافية بتفرق قوي مع نادي الأهل عظيم